الهدف بتاعي ان انا اطلع من الاسر المنتجة المصرية نقدر نطلع منهم منتج انه قادر ينافس المنتج المستورة ده كان نسبة لي حلم من 13 سنة وكان من اول مبادرات الحمد لله اللي انا عملتها كان حلم اللي هو تدريب مصر ومعرض صونعة في مصر لدعم المرأة المعيلة انا عملت اكتر من معرض 150 معرض شهري مدعم لدعم المرأة المعيلة بعد 13 سنة تدريب قدرنا الحمد لله قريب عملنا براند اسمه دال دي جيبت بيعمل دال هوم اللينن ويعمل دال فاشن الأكسيسوريز والشونت وكذا دال هوم عايزة وديكي البرودكت ده كتين كل ده أسر منتجة في بيوتها اللي بتعملو حتى البرودري اللي بيعملوه رج صغيرة كل المين كونتس بتاع البراند ان دعم الأسر المنتجة ما بيبقاش عندهم جهات او كان زمان من 13 سنة لان بدأت ما كانش فيه جهات بتمول ما كانش فيه جهات بالدعم ما كانش فيه تدريبات ما كانش فيه معارض النهاردة الموضوع مختلف فيه معارض كتير بس التدريبات لسته مش كتير فالحمد لله احنا بنتميز في المبادرة بالتدريبات وإحنا متخصصين بتدريب محاربات السرطان قدرنا نطلع منهم منتجات بجد تحفة هانميد ده شغل محاربات السرطان احنا بنضرب مؤسسات كبيرة مش عايزة أقول أسامي المستشفيات بس ده شغل محاربات السرطان احنا دعم نفسي لمحاربات السرطان لأ جنفع أقول أسامي المستشفيات يعني أكبر المستشفيات في مصر مفهاش مشكلة يا دليل مستشفى بهية أيدي المستقبل احنا بندعمهم وبنبديهم الخماية والتدريبات كل ده بالمجان بنطلع منهم المنتج ده حابين بقى ان احنا في دالهم ان احنا نعمل براند عالمي ونقدر نقول ان احنا نقدر كستات مصرية في بيوتها كأسر منتجة احنا نقدر نطلع منهم منتج عالمي وبكوالد حلوة بفنشنج حلو بزوق حلو نقدر نعمل ده ده كان بالنسبة لي حلوة من 13 سنة بس الحمد لله ولسه مكملة ولسه مكملة الحمد لله انا مبسوطة ان احنا قدرنا نطلع منتجات كده بيجينا الناس كتير هي اللي عايزة تاخد المنتجات وتصدرها فعشان كده جات فكرة البراند ان انا لازم يبقى الناس دي يكلها تحت الامبريلا بتاعت دالد جيب